السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ودائما صل على الحبيب قلبك يا طيب رحمة للعالمين سيد النبيين مع غير المسلمين النهاردة معانا في الحلقة دي بطل جديد من الأبطال الذين دخلوا الإسلام من أوسع أبوابه ببركة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعوة ومنهجه صلى الله عليه وسلم اللي معانا النهاردة اسمه صفوان ابن أمية صفوان ابن أمية دا يا جماعة أسلم متأخرا بعد فتح مكة لم يكن في مكة لم يدخل الإسلام إلا هو ورجال عدتهم قليل جدا صفوان ابن أمية كان يؤذي الإسلام والمسلمين أشد الإيذاء وهو الذي ضار على المسلمين وكر عليهم هو وخالد ابن الوليد في غزوة أحد أدي واحدة يبا كان شديد الأزأ قلب الكرة على المسلمين في غزوة أحد تلاتة كان من الذين فكروا في قتل واغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحمل دين عمير بن وهب وتكفل بأولاده وقال اذهب أنت وقتل محمد فلما ضارت الأيام وجاء رسول الله فاتحا مكة وإز بصفوان ابن أمية يسرع هربا من مكة وذهب إلى البحر هناك البحر الأحمر وقتها ليقتل نفسه بتقول إيه بقول لحضرتك ذهب ليقتل نفسه فرارا من العقاب الذي ينتظره من النبي صلى الله عليه وسلم هو ظن هكذا صديق اللي كان سبق بالإسلام اللي هو عمير بن وهب لما علم بهذا ذهب إلى النبي خد الدرس ده النهاردة بقى الصاحب ساحب راح عمير بن وهب لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله قال له نعم قال له صديقي صديق عمري وصحبي هرب منك يا رسول الله وأراد أن يقتل نفسه وكان صفوان ابن أمية من الجماعة الذين أهضر رسول الله دمهم فقال له يا رسول الله أم من هو فسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل بساطة وبدون تردد هو آمن هو مين صفوان ابن أمية أبوه مين أمية ابن خلف كان من شديد الأذى على الإسلام والمسلمين طبعا عارفين أمية ابن خلف من هو هذا المعاند للإسلام والمسلمين ولسيد النبيين فصفوان ابنه شرب منه فلما عمير بن وهب قال له يا رسول الله صفوان هرب وأراد أن يقتل نفسه فأم منه قال هو آمن بكل بساطة أيوه هو ده سيدنا النبي خد بالك صفوان ابن أمية إلى الآن غير مسلم لم يدخل الإسلام على كفره شديد الأذى هاجمهم في غزوة أحد فكر في قتله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي بكل بساطة قال له بتقول إيه يا عمير قال له أمنه لي يا رسول الله قال له هو آمن فذهب عمير بن وهب رضي الله عنه علشان يجيب صديقه إلى الإسلام الله فقطع من مكة إلى مكان وقتها البحر الأحمر 80 كيلو متر وقال له يا صفوان قال له نعم قال له جئتك من عندي أبر الناس قال له يا صفوان صفوان بقى بيقول صاحب عمير يا عمير لقد تحملت دينك وربيت أولادك ودخلت الإسلام رغما عني وجئت لتقتلني الآن محمد أمر بقتلي قال لا ولكن محمد أبر الناس لم يقتلك قال له أمال إيه قال له أعطاك الأمن والأمان قال له لن أصدقك أمال إيه قال له أين العلامة أين الدليل على ذلك تصوروا أن عمير بن وهب يرجع تالي 80 كيلو متر دول من البحر إلى سيدنا النبي وقل له يا رسول الله ممكن تديني دليل أو علامة عشان صفوان بن قمير مش مصدق لي خايف عارفين سيدنا النبي يعمل إيه الرحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا محمد بن عبد الله عارفين النبي داله إيه خلع رسول الله عمامته خلع العم بتاعته وقال له خد العم هي الله الله يا سيدنا النبي حبيبي يا رسول الله قال له خد العم هذه دليل فعمير بن وهب أخذ العم وعاد مسرعا 80 كيلو تاني يعني هو رحل الأول وبعدين رجع للنبي وبعدين رجع تاني رايح جاي 80 كيلو في بين الصحراء والجبال عشان في صداقة فلينظر أحدكم من يخالل قال له تلك عمامة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنك يعطيك الأمن والأمان وبعدين قال له يا عمير يا صفوان هيا بنا إلى رسول الله فهو من أبر الناس وأصدق الناس ما كان ليقتلك أبدا مجده مجدك وعزه عزك الله فجاء صفوان بن أمية مع صديقه المسلم عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض رسول الله عليه الإسلام فقال أما هذه فلا يا محمد قال له نعم قال له عمير بن وهب يزعم أنك أمنتني هكذا قال له نعم يكلمه من بعيد انزل أبا وهب النبي يناديه بكنياته يناديه باسمه الذي يحبه الله كافر يا رسول الله قال له ما له انزل هنا فكلمه صفوان بن أمية فسيدنا النبي قال له ادخلوا الإسلام قال أما هذه فلا قال له ما لإيه قال له اعطيني خيار شهرين سيبني شهرين كده أشهر نفس قال له لك أربعة أشهر خد أربع شهور وبعدين جاءت غزوة حنين فذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات وبعدين كان صفوان بن أمية متخصص في الدروع والأسلحة فسيدنا النبي احتاج سلاح هل يأخذه بدون ثمن مستغلا ضعفه وقهره لا 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 أخذه بالإيجار وبالثمن وخرج صفوان بن أمية على شركه وعلى كفره مع تلك الغزوة ليراقب أسلحته ودروعه وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يغنم غنائم كثيرة جدا فيعطي الكبار كل رجل أو كل جندي مئة ناقة مئة ناقة بلغة النهاردة يعني مئة سيارة موديل عالي جدا أحدث موديل لنوع غالي جدا مئة عربية تمانها غالي جدا أحدث موديل النهاردة يجب كم سعر فصفوان بن أمية واقف بقول في نفسه وحصرته ما نبني إلا إيجار الأسلحة فقط فسيدنا نبي قال له يا صفوان وأنت لك مأة قال له قال يا رسول الله قال له أيوة أنا كافر يا رسول الله قال له خوز المئة وبعدين صفوان وقف كده ينظر إلى شعب بين جبلين ممتلئ جمال أعزكم الله وشياه حاجة مليارات وينظر فسيدنا نبي قال له أيعجبك هذا يا صفوان قال له نعم يا رسول الله واضح حاجة ملفتة للنظر قال له خذه فهو لك بما فيه فصفوان ألف ما زال رسول الله يعطيني كان من أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلى قلبي وجيه صفوان قال له ما يفعل هذا إلا نبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا ودخل الإسلام من أوسع أبوابه صفوان بن أمية وأصبح من كبار الصحابة بعد فتح مكة ببركة رحمة سيدنا النبي وأسلوب سيدنا النبي ومنهج سيدنا النبي الأول أمنه ثم أعطى العمامة لصديقه عمير دليل ثم رحب به ثم قال له أبا وهب مرحبا بك ثم أعطاه أربعة أشهر فأسلم بعدها بأيام قليلة ببركة منهج النبي وببركة رحمة النبي الرحمة المهدى والنعمة المزدى سيدنا محمد بن عبد الله إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله دايما لا تنسوا صلى على الحبيب البك طيب أراكم في حلقة جديدة بإذن الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته